بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم أستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي أستاذ شريف الشريف بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي واليوم درسنا يا مبدعين ويا مبدعات اختبار تراكمي فكرة الدرس تقويم تراكمي للدروس السابقة إذن لدينا مجموعة أسئلة أبناء وبناتي راح أقرأ لكم كل سؤال وأترك لكم الفرصة تحلونا ومن ثم نعود نستذكر فكرة هذا الدرس ونقوم بحله مع بعض جاهزين يا مبدعين بارك الله فيكم نقرأ السؤال ما الكسر الذي يمثل الجزء المضلل في الشكل أدنى وأعطانا بعد الشكل أربعة إجابات تفضلوا يا مبدعين حددوا الكسر الذي يمثل الجزء المضلل ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين توصلت للإجابة أسعدكم الله طيب يا أبطال لدينا هنا هذا الشكل نذكر حتى نحدد بارك الله فيكم الكسر الذي يمثل الجزء المضلل أي كسر له عددين عدد في الأعلى ونسميه البسط وعدد في الأسفل نسميه المقار الذي في الأعلى هو عدد الأجزاء المضللة أو التي نريد تحديدها بارك الله فيكم كم لدينا هنا جزء مضلل واحد اثنان صح ولا لا ونلاحظ في هذا الشكل ككل أن جميع الأجزاء متطابقة إذن لدينا جزئين متطابقين باللون أو مضللة بارك الله فيكم باللون الرمادي لذلك نقول أن البسط اثنان طيب أسعدكم الله جميع الأجزاء المتطابقة بما فيها المضللة كم عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد جميع الأجزاء المتطابقة خمسة نكتبها في المقام بارك الله فيكم إذن هذا الكسر هو اثنين على خمسة هل هذه الإجابة موجودة من ضمن هذه الإجابات أبناء وبناتي نعم أسعدكم الله هي الإجابة أو الفقرة جيم أسعدكم الله هي الإجابة الصحيحة سألوا الله صعب يا مبدعين الآن أبناء لدينا هذا السؤال أسعدكم الله السؤال الثاني هناك ثلاثة قطط سوداء وقطة واحدة بيضاء ما الكسر الذي يمثل القططة البيضاء ما رأيكم يا مبدعين سؤال سهل تفضلوا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله طيب بارك الله فيكم لدينا هنا ثلاث قططة سوداء وقطة واحدة بيضاء المطلوب ما الكسر الذي يمثل القططة البيضاء كم عددها بارك الله فيكم القططة البيضاء واحدة إذن سأضع في البسط واحد كم عدد جميع القططة هيا أبطال أربعة بارك الله فيكم إذن أربعة الكسر الذي يمثل القططة البيضاء هي واحد على أربعة وهذه الإجابة هي الفقرة ألف أسعدكم الله إذن هذه هي إجابتنا الآن نمسح ابناء وبناتي وننتقل للسؤال التالي أي شكل من الأشكال الآتية مضلع خماسي أي شكل من الأشكال الآتية مضلع خماسي تفضلوا يا مبدعين هيا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم طيب أسعدكم الله أي شكل من الأشكال الآتية مضلع خماسي ما هو المضلع الخماسي بارك الله فيكم هو شكل بارك الله فيكم مغلق نعم يحتوي على خمسة أضلاء شكل مغلق يحتوي أو مستوى مغلق يحتوي على خمسة أضلاء أين هو بارك الله فيكم فقرجي مسعدكم والله ابنائي وبناتي إذن هنا هذا الشكل يحتوي على خمسة أضلاء وهو مضلع أسعدكم الله خماسي نستطيع في كثير من الأحيان بارك الله فيكم في بعض الأسئلة أن نستبعد بعض الإجابات حتى يسعى لنا الحل ما رأيكم؟ المثلث هل هو مضلع خمأسي؟ لا تستطيع على طول لأنه ثلاثة أضلاء وهكذا تستطيع أن تستبعد بعض الأشكال حتى تسهل عليك الوصول إلى الإجابة أبنائي وبناتي الآن أسعدكم الله ننتقل إلى السؤال التالي لدينا هذا السؤال يرسم سطام وجوها مبتسمة على الورق أي الوجوه التالية لها محور تماثل لدينا هنا بارك الله فيكم أربعة وجوه أي هذه الوجوه لها محور تماثل هل تستطيع أن تحددونا يا ببدعين؟ تفضلوا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله طيب أي هذه الوجوه لها محور تماثل أبنائي وبناتي؟ ألف أم باء أم جيم أم دال مبدعين أسعدكم الله باء خلونا نشوفها مع بعض بارك الله فيكم الآن سننتقل إلى شاشة التلوين نرسم محور تماثل أبنائي وبناتي الآن قلنا باء هو الذي لديه محور تماثل هذا هو محور التماثل الآن أبنائي وبناتي الجزء الذي على اليمين ينطبق على الجزء الذي على اليسار؟ نعم أسعدكم الله أبنائي وبناتي طيب خلونا نشوف بعض الوجوه أو بقية الوجوه ما رأيكم لو ننقل هذا الآن هنا؟ هل يعد محور تماثل أبنائي وبناتي؟ هل الجزء الذي على اليمين ينطبق على اليسار؟ لا أسعدكم الله شوفوا العين هنا مغلقة والعين الثانية مفتوحة طيب ما رأيكم؟ الآن ننتقل هنا هل يعد هذا محور تماثل لهذا الشكل أو هذا الوجه المبتسم؟ لا ما السبب؟ وجود اللسان في الجزء الذي على اليسار؟ وما فيه في الجزء الذي على اليمين؟ لسان بارك الله فيكم ينطبق عليه إذن ننتقل لآخر وجه لدينا ما رأيكم يا مبدعين؟ هل نستطيع نقول أنه محور تماثل؟ ننظر إلى الفم أسعدكم الله الجزء الذي على اليمين لا ينطبق على اليسار إذن مثل ما قلنا لكم الإجابة بارك الله فيكم هي الفقرة با زي ما ترون أبناء وبناتي بهذا نكون حلينا هذا السؤال أسعدكم الله الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي إذا أكل ثلاثة أخماس علبة جبن ما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي منها؟ ما رأيكم يا مبدعين؟ يقول أكل ثلاثة أخماس علبة الجبن المطلوب ما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي؟ هل تستطيعون أبناء وبناتي؟ تفضلوا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة؟ هيا مبدعين وصلتوا للإجابة؟ أسعدكم الله طيب ما رأيكم بارك الله فيكم؟ أن نناقش الإجابة ولكن بعد أن نستعمل نماذج الكسور حتى تساعدنا في الإجابة على هذا السؤال علبة الجبن نعتبرها واحدا كاملا صح أو لا؟ الآن هذا الواحد بارك الله فيكم سنجزئه إلى كم جزء؟ إلى خمسة أجزاء متطابقة بارك الله فيكم كما هذه أسعدكم الله الأجزاء خمسة أخماس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وهي تكافئ وتساوي واحدا كاملا أبناء وبناتي صح أو لا؟ طيب إذن علبة الجبن بها خمسة أخماس أكل منها ثلاثة أخماس ثلاثة أخماس أكلت كم يتبقى أبناء وبناتي؟ خمس خمسان إذن تبقى خمسان أسعدكم الله إذن أين الإجابة بارك الله فيكم؟ ألف أم باء أم جيم أم دال؟ جيم أسعدكم الله أبناء وبناتي وهذه هي الإجابة الصحيحة أسعدكم الله الآن أنتقل وإياكم إلى السؤال التالي عدد المثلثات التي أحتاجها عند توسيع النمط أعلى ليصل عدد المظلعات إلى عشرين مظلعا هو ثمانية ثلاثة عشر عفوا أربعة عشر ثلاثة عشر ستة عشر هل تستطيعون أبناء وبناتي تحلون هذا السؤال؟ بارك الله فيكم تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين صلت للإجابة أسعدكم الله نتذكر بارك الله فيكم في درس النمط حتى أستطيع أن أوسع النمط ماذا علي أن أفعل؟ أحدد وحدة النمط صح ولا لا يا أبطال؟ ومن ثم أستطيع أن أوسعها بارك الله فيكم إذن نحدد وحدة النمط ثم سنوسعها حتى يصبح عدد المظلعات عشرون مظلعا إذن اسمحوا لي أبنائي ننتقل إلى شاشة التلوين الآن ونبدأ بتوسيع هذا النمط بارك الله فيكم أول شي عندي أبنائي و بناتي سأقوم بتحديد هذه أسعدكم الله المظلعات الآن حددناها هذه يا صح ولا لا يا أبطال؟ هذه هي الموجودة الآن أساسية الآن أين وحدة النمط فيها بارك الله فيكم؟ وش اللي جالس يتكرر؟ مربع ومن ثم مثلث مثلث صح ولا لا؟ بعد ذلك مربع مثلث مثلث إذن أبنائي و بناتي اللي جالس يتكرر هو مربع ومن ثم مثلث مثلث هذه هي وحدة النمط صح ولا لا اللي تكررت؟ إذن سأقوم بارك الله فيكم الآن أبنائي و بناتي بوسع النمط سأقوم بالتحديد وحدة النمط حتى أستطيع أن يوسعها بهذا الشكل بارك الله فيكم خلاص هذه وحدة النمط الآن أستطيع أن يقوم بتوسيعها الآن وضعنا هنا وحدة كم أصبح عددها الآن؟ أننا راح نوسعها حتى نصل إلى عشرون مظلعا لدينا ثلاثة 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 تسعة بارك الله فيكم إذن أقوم بتوسيعها كذلك إضافة ثلاثة أخرى كم أصبح عددها الآن؟ أسعدكم الله إثنى عشر أقوم كذلك بتوسيعها بهذا الشكل أصبح كم عددها الآن؟ خمسة عشر كل مرة راح أضيف ثلاثة أوسعها كذلك أصبح عددها كم؟ ثمانية عشر طيب وصلنا ثمانية عشر لو وسعتها بوحدة كاملة سيصبح عددها واحد وعشرين والمطلوب ما هو؟ عشرون مظلعا إذن أحتاج أن أضع أول قطعتين أو شكلين من وحدة النمط صح ولا لا؟ بارك الله فيكم إذن سأقوم بإضافة المربع والمثلث فقط الآن نضعها أصبح كم عدد؟ بارك الله فيكم المظلعات الآن ثلاثة، ستة، تسعة، اثنى عشر، خمسة عشر، ثمانية عشر، وآخر شيء قطعتين عشرون إذن عشرون مظلعا أمامنا السؤال يقول عدد المثلثات التي أحتاجها عند توسيع النمط أعلى ليصل عدد المظلعات إلى عشرين تبهوا معي بارك الله فيكم كم عدد المثلثات أسعدكم الله؟ لدينا هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر ثلاثة عشر إذن كم مظلع؟ عفوا، كم مثلث؟ ثلاثة عشر مثلثا سهل أو لا صعب يا مبدعين؟ بارك الله فيكم توصلنا للإجابة؟ نستطيع أن نحدد آله من ضمن الإجابات؟ نعم، أسعدكم الله هذه سهل أو لا صعب؟ مبدعين أبنائي وبناتي إذن الآن نمسح بارك الله فيكم وننتقل إلى السؤال التالي لدينا هذا السؤال قاعة اجتماعات طولها تسعة متر وعرضها سبعة متر ما محيطها هل نستطيع إيجادها؟ تفضل يا مبدعين هيا مبدعين وصلتوا للإجابة؟ أسعدكم الله الآن بارك الله فيكم حدد لأن قاعة الإجتماعات طولها تسعة متر وعرضها سبعة متر المطلوب ما محيطها إذن بارك الله فيكم هنا تسعة متر إذن الضلع المقابل لها كذلك تسعة متر طيب هنا سبعة متر الضلع المقابل لها سبعة متر إذن الطول تسعة متر والعرض سبعة متر الآن نستطيع أن أوجد المحيط نتذكر أبناء وبناتي أن المحيط هو طول الإطار الخارجي للشكل وفي هذه القاعة بارك الله فيكم مجموع أضلاع هذه القاعة هو محيطها أسعدكم الله إذن سأجمع سبعة زائد تسعة زائد سبعة زائد تسعة كم راح يكون مجموعة يا مبدعين إثنان وثلاثون مبدعين بارك الله فيكم هل الإجابة هذه موجودة من ضمن هذه الإجابات نعم فقره جيم أسعدكم الله إذن الإجابة محيط هذا هذه القاعة إثنان وثلاثون مترا أسعدكم الله الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي أي مما يأتي يصف شكل العلبة الموضحة أدنى لدينا هذه العلبة أي هذه الإجابات يصف شكل هذه العلبة تفضلوا يا مبدعين هيا يا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله يا بناتي الآن هذا شكل ثلاثي الأبعاد صح ولا لا هل هو دائرة مخروط استوانة منشور ما رأيكم يا مبدعين الدائرة هل هي من الأشكال الثلاثية الأبعاد يا أبنائي بناتي لا متازين بارك الله فيكم شكل ذو بعدين إذن ثلاثي الأبعاد أسعدكم الله الدائرة وهنا شكل ثلاثي الأبعاد إذن لا ينطبق عليه المخروط ما رأيكم لا لا ينطبق عليه استوانة ما رأيكم نعم استوانة قاعدتها دائرية وفي الأعلى كذلك دائرة إذن لها وجهين دائريين صح ولا لا بارك الله فيكم منشور لا ليست منشور أبناء أيبناتي إذن الإجابة هي الفقرة بأسعدكم الله الآن نقوم بالانتقال إلى هذا السؤال ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل في الشكل لدينا هذا الشكل أبناء أيبناتي نريد الكسر الذي يمثل هذا أو الجزء المظلل في هذا الشكل تفضلوا يا مبدعين هيا مبدعين استطعتوا تتصلون للإجابة بارك الله فيكم الآن المطلوب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل لدينا أسعدكم الله هنا هذا الشكل به أجزاء مظللة وأجزاء غير مظللة هل جميع أجزائها متطابقة؟ نعم جميع أجزاء هذا الشكل متطابقة سواء المظلل أو غير المظلل إذن بارك الله فيكم أستطيع أن أقول الكسر الذي يمثل هذا الجزء أضع في البسط ماذا؟ الأجزاء المظللة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن لدينا ثمانية أجزاء مظللة متطابقة هي تمثل بسط هذا الكسر طيب بارك الله فيكم المقام ما رأيكم؟ هل أضع غير مظللة؟ لا ماذا أضع؟ عدد جميع الأجزاء المتطابقة سواء المظللة أو غير المظللة كم عددها جميعا يا مبدعين؟ ستة عشر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن عددها ستة عشر ونكتبها في المقام إذن الكسر الذي يمثل هذا الجزء المظلل هنا في هذا الشكل ثمانية على ستة عشر هل هذه الإجابة موجودة من ضمن الإجابات المعطاة؟ نعم أسعدكم الله هي الفقرة ألف سهلوا الله صعب يا مبدعين بارك الله فيكم أبنائي و بناتي و مع هذا السؤال أبنائي و بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تبقى مجموعة من التدريبات أتركها بين أيديكم حتى تتدربوا عليها و من ثم تكتشفوا هل امتلكت هذه المهارة؟ هل هي باقي موجودة لديك؟ أو تعود إلى الدرس المقابل لهذا السؤال بارك الله فيكم حتى تعود قراءة الأمثلة و قراءة المفاهيم و التدريبات حتى تسقي المهارة كفية إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع و داعه كان معكم و أعلمكم أليل قحطاني و رفقني في لغة الإشارة زميلة الأستاذ الشريف الشريف تقبلوا تحياتنا يا مان الله